اشتركوا في القناة السلام بكم في يوم جديد وفلوج جديد من ادغال افريقيا افريقيا معروفة مصطلح تلقوها صيادين في الماضي على اكتر خمس حيوانات سعب بزاف ان يستدوها و هذا المصطلح و هذا المصطلح و هذا المصطلح و هذا الهدف في سفاري هو انظر 5 الحيوانات الاسد، الفهد، الفيل، واحد القرن و جاموس الافريقيا نحن نسمع مصطلح 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 معرفة هذا المصطلح هذا المصطلح من المصطلح الكثير من المصطلح من المصطلح إذا انظروا على المساعدة المساعدة، لديها جديدة من المساعدة هل يأتي لنا؟ نعم هل يريد أن يأخذ هذا الرجل إلى المدينة؟ لا يوجد أي شكرا لا يوجد أي شكرا لا يوجد أي شكرا فقط يريد أن تريد أن أنا أحبكم هل يحبون مع الناس؟ لا يوجد لا يوجد أي شكرا جاموس الأفريقي هو من أخطر الحيوانات التي قدر بضربها في نواقق الأسد لذلك يقومون بمجموعات لا يمكننا أن نقرب منهم ولكن قربنا من المجموعة التي تكون ضعيفة والتي تكون الأفراد الذين يحبون وضعافة يجريون عليهم المجموعة القوية موسيقى من تجارب الزوين التي عشناها أنهم من تكونوا في المحمية في وسط الحيوانات يحبزون و ينزلون و يحطون فطور و تفص طبيعة و يأتي حيوان المجم صراحة شعور رائع موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 لقد قمت من الحقيقة سأقوم بإغلاق إغلاق البحث فإن قد قتلوا بإغلاق البحث يمكنهم أن يقومون بإغلاق البحث ونقومون بتقناب البحث سوف تتقضي للمشارك لأن الحيوان الأول سوف يقضع سوف يوم في الزرمة لكي يضح مجرد ما وصلنا سوف يقضع الحيوان الأول وهو يكسيري لقد أبقيت أنه قد أعلم بأنه يتكلم وقد وصلنا ورى هذا المنظر أنه سوف يتدجق كشعري وعندما كانوا قاطعين ستلاحظوا بأنه تمسحت خلف الوسط سوف يتفرقوا وبقى في الجنة أحتاج رواح فيهم ودعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما يجب أن يفضل المحمية الطبيعية هي المفاجأة لا تعرف كيف تستطيع التصادف حيوان معين و المفاجأة كانت هي أنه لن نراجعين للفندق لقى ثلاثة دولة بوقات قمت بقى قليلا على الطريق و لذلك كانت تصوروا و تصوروا واحد ساعة من يقول لنجد وجد الكاميرا سوف نشير حدهم أنا صراحة خفت لأن كانت ابنتي منتها و ابقى ستتغنين مهم وجد الكاميرا تكون الوزنة ولكن لا تخيل أنه سوف يصل لك الدرجة للقرب من 2 إلى 3 متر والطوان بيلا مشدودة محلولة ترجمة نانسي قنقر ويقوم بإمكانك هذه هي أخر المنزل ويقوم بحل عشاء الوادر يجب أن يأتي بها ويقوم بإمكانك ويقوم بإمكانك ويقوم بإمكانك ويقوم بإمكانك فقط كانت هذه هي أهم الأحداث التي عيشناها في شرينغتيا وأردت أن نشاركها معكم كانت مننا أن أعجبكم الفلوغ وأهم شيء تكونوا استفدتوا بقي ان شاء الله مغامرات جديدة وبلدان جديدة وإفادات جديدة اشتركوا قناة تشجيعاتكم وان شاء الله نكون عندي حفظ نظام ديالكم وننساوش تدروا سبسكرايب باش يوصلكم للجديد ديالي نشوفكم في الفلوغ الجزاي ان شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة